أعزائي الطلاب الدارسين لمقرر الأحياء العامة العملي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أستاذ محمد تركي أحمد محاضر بقسم الأحياء أرحب بكم في شرح دروس مقرر الأحياء العامة العملي يتضمن هذا المقرر عدد من الموضوعات هي تركيب المجهر، تركيب الخلية، الانقسامات الخلوية، التنوع الحيوي، الأنسجة النباتية، الأنسجة الحيوانية والشكل الظاهري للنبات إن شاء الله اليوم هنبدأ مع درس المجهر أو المايكروسكوب طبعا المايكروسكوب يعتبر أدام الأدوات الهامة جدا والضرورية للمهتمين بدراسة علوم الأحياء لأننا من خلاله نستطيع مشاهدة وفحص الخلايا والكائنات الدقيقة والتي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة المجاهر أو المايكروسكوبات بتنقسم إلى نوعين على حسب نوع الإضاءة المستخدمة فيها أول نوع اللي هو المجهر الضوئي أو اللايف مايكروسكوب وده بيستخدم الضوء المرئي كمصدر للإضاءة والضوء المرئي هنا ممكن يكون ضوء طبيعي وفي الحالة دي بيكون المجهر مزود بمرقعة كسة أو ممكن يكون مصدر الإضاءة مصباح كهربي النوع الثاني من المجاهر وهو المجهر الإلكتروني أو الإلكترون مايكروسكوب وده بيستخدم حزم من الإلكترونات بدلا من الأشعة الضوئية المجهر الضوئي المركب مضيء الحقل هو ده المجهر اللي هنقوم بدرسته بشيء من التفصيل لأن ده الشائع استخدامه في المختبرات البحسية والتدريسية بالإضافة إلى المجهر الضوئي التشريحي إن شاء الله هنذكره في نهاية الدرس ونقارن بينه وبين المجهر الضوئي المركب اللي قدامنا ده المجهر الضوئي المركب ودي أهم الأجزاء اللي بتكون المجهر طبعا فيه عندنا العدسات العينية والعدسات الشيئية ده من القطع المهمة جدا في المجهر أيضا الضوابط اللي بتتحكم في حركة المسرح دي من الأجزاء المهمة والرئيسية في المجهر عندنا القطع الضوئية اللي بتتحكم في شدة الإضاءة وفي كمية الإضاءة الواصلة للعينة برضو بتتعتبر من القطع الأساسية والمهمة جدا في المجهر إن شاء الله هنتناول كل هذه الأجزاء بشيء من التفصيل